العلاقات السياسية العميقة بين البلدين تنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية والاختصارية فهناك شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية وقد أضافت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية بعدا جديدا للعلاقات الأخوية في مجالات عديدة نتابع وإياكم هذا التقرير شأنها شأن العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط الكويت بمملكة البحرين الشقيقة بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة ومتنامية تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب ووشائج القربة وفي إطار الروابط الأخوية التاريخية والقواسم المشتركة تشهد العلاقات الكويتية البحرينية تطورا ملموسا على كافة الأصعدة والمستويات لسيما الاقتصادية وذلك منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين في عام 2001 وصولا إلى عقد دورتها العاشرة بالمنامة في إبريل 2019 وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والسياحي والجوي والثقافي والتربوي والإعلامي ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات متعددة كالتجارة الإلكترونية والشؤون الجمركية وتبادل المعلومات والأخبار وحماية البيئة والثقافة والفنون والزراعة والثروة البحرية وتطوير العلاقات التجارية إلى جانب ما تشهده العلاقات الاقتصادية من تطورات إيجابية في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ونمو الاستثمارات الكويتية المباشرة في مملكة البحرين وتعد مملكة البحرين بيئة داعمة لتنوع الاستثمار الأمر الذي شجع ورفع من الاستثمارات الكويتية في البلد الشقيق بسبب قوة البنى التحتية فضلا عن ما تقدمه من خدمات تنافسية وانخفاض تكلفة المشاريع إضافة إلى ما يملكه الاقتصاد البحريني من قاعدة مصرفية قوية ذات جودة عالية